قرر اتحاد لجاني أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة الامتناع عن الامتثال لتعليمات السلطات الإسرائيلية بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بدءا من يوم الأحد المقبل وذلك في ظل المخاوف من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا المسجد وانتقد الاتحاد في بيان قرار وزارة التعليم الذي ينصه على العودة التدريجية للمدارس بدون الأخذ بعين الاعتبار حساسية الوضع في المجتمع العربي مشيرا إلى أن ازدياد حالات الإصابات بوباء كورونا في المجتمع العربي يأتي بتأخير يقدر بنحو أسبوعين عن المجتمع اليهودي وينضم اتحاد لجاني أولياء أمور الطلاب في الناصرة إلى عشرات اللجان في عدد من البلدات العربية التي أعلنت رفضها لعودة محتملة للطلاب إلى صفوف الدراسة حيث تؤكد اللجان عدم جهوزية المدارس لاستعاب الطلاب للمدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر